مع تصاعد الصخط الشعبي في مناطق سيطارة الانقلابيين كشفت مصادر في صنعاء عن جراءات أمنية غير مسبوقة اتخذتها ميليشيات الحوث لإحكام قبضتها حيث لجأت إلى نشر مخبرين وجواسيس في وسائل النقل العمومية والأماكن العامة مهمتهم استدراج المواطنين للحديث عن الأوضاع العامة في مناطق سيطارة الانقلابيين وقياس المزاج العام لكشف المعارضين ليتم الإبلاغ عنهم ومن ثم اعتقالهم على الفور المصادر أكدت أن ميليشيات الحوث وجهت أجهزتها الأمنية ومشرفيها بتشديد الرقابة على المواطنين في صنعاء والمدن الأخرى ونشرت مخبرين لاستطلاع آراء عامة الناس تخوفا من اندلاع شرارة تظاهرات ضدها على غرار ما يحدث في لبنان والعراق التعليمات وفق المصادر تقضي بالانتشار في أوساط الناس وقياس المزاج الشعبي وافتعال مشكلات مع من يعتقد أنهم معارضون للحوثي أو حتى مؤيدون للمظاهرات في العراق ولبنان حيث يتم تسجيلهم والابلاغ عنهم واعتقالهم سكان محليون في صنعاء كشفوا عن تعرضهم للتهديد والضرب والاعتقال على يد عناصر الميليشيات لمجرد انتقادهم ممارسات الحوثيين ولفصاح عن معرضتهم في أحاديث جانبية مع ركاب أو سائق حافلات وسيارات الأجرة تبين لاحقا أنهم مخبرون وجواسيس وانتهى الحديث معهم باعتقال العديد من المواطنين بتهمة التحريض على الشغب مراقبون يرون أن لجوء الميليشيات لأساليب مبتكرة في التجسس واستعراض أدواتها القمعية واستخدام القوة المفرطة لترهيب المواطنين يعكس شعورا بالخوف من هشاشة الوضع والارتباك وتزايد الاحتقان ما يهدد بالنلاع ثورة شعبية ضد الانقلابيين شكرا